موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدنا لـ 27 عاما أن ظل السودان يناضل لنيل سك براءة في مجال حقوق الإنسان بعد أن برع النظام السابق في انتهاك الحقوق بحسب المنظمات الدولية الحقوقية اشتعلت الحروب وجراء الحروب تشرد مئات الألاف في معسكرات النزوح واللجوء فقدوا المأوى والحواكير وهموا على وجوههم بلا تعليم وبلا صحة تفشى الفقر في كل مكان في السودان وحرم السودانيون من أبسط حقوقهم في الحياة في مناطق الحروب والنزاعات لكن ذلك لم يكفي فاستمر التنكيل بضحايا السدود وأصحاب المطالب السياسية والاقتصادية وعليه كان ملف حقوق الإنسان في السودان في جينيف كالبحر بين المد والجزرة وضعت الخرطوم تحت الوصاية والرقابة والرصد والإشراف ترتا ما بين البند العاشر وكذلك البند الرابع حتى منحتها الثورة قبلة الحياة بإنهاء ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان أهلا بكم في ملف حقوق الإنسان في السودان لهذا اليوم نبدأ هذه الحلقة من دائرة الحدث باستعراض أبرز القرارات الصادرة فيما يخص السودان في هذا الملف ملف حقوق الإنسان منذ العام 1993 وانتهاءا بنهاية ولاية الخبير المستقل بالأمس في العام 2020 في جينيف نتابع ثم نعود ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 من خلاله على أبرز الانتهاكات وملمحها التي وضعت السودان في البند الخاص بالإجراءات الخاصة في ملف حقوق الإنسان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانوا في القناة اشتركوا 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 في القناة يعني أبعاد سياسية كانت خلف هذه الصفات وهذا الوصل لهذا النظام هذا سؤال مميز جدا لسبب بسيط بأنه يعني كأنك تريد أن تقول أن 1993 كان وقت مبكر لاتهام النظام البائد بأنه منتهك لحقوق الإنسان وهذا صحيح ولكن يجب أن نؤكد مرة بشكل واضح بأن المجتمع الدولي أو المجتمع الإقليمي سواء كان أفريقيا أو عربيا لم يعني يجعل التطبيق الإسلامي أو الشعار الإسلام مدخل لاتهام السودان بانتهاك حقوق الإنسان مطلقا في ذلك الوقت لأن الإسلام كان موجود في السعودية موجود يعني في دول كثيرة أخرى وهي تتحدث عن أنها هي دول إسلامية وليس مبررة لأي إجراءات ولكن النظام البائد بدأ من البداية بسلاسة محاولة من السياسات هي التي خلت الأسر الأكبر في المتابعة الدولية مثلا الأول النظام الأمني لا يمكن أن تتحدث عن نظام إسلامي ونفس النظام يتبع إجراءات أمنية وتعذيب ممنهج مثلا في بيوت الأشباح بدأت كإشاعات في الأول ولكن يعني برغم ما النظام حاول يغطي هذه المسائل والانتهاكات الشخصية التي حدثت ولكن المجتمع بحكم الإنسان السوداني بفطرة ضد الاضطهاد وضد التعذيب وضد هذه المسائل يعني طلعت بشكل واضح للعالم الخارجي وكذلك طبعا في كل أنحاء السودان الأخرى كل انتهاك طلع للعالم المحور الثاني والمهم جدا الإفقار الاقتصادي اللي مر في هذا كمنهج من مناهج إخضاع المواطن العادي هذه المسائل أدت لهجرة عدد كبير من المواطنين لخارج السودان أو للمدن أو لكذا وهذه كلها عناصر للتعذيب بما يحدث لهؤلاء الناس من فضائع ومن انتهاكات لحقوقهم لكن فيما يتعلق بنقطة الوضع الاقتصادي كانت تتحدث الحكومة حينها عن أن هذا جراء ما فرض على السودان من حصار ليس فشلا في سياسات الاقتصادية أو ليس متعمدا للمساس بحقوق المواطن الأساسية لكن المحور الثالث هو المحور المكمل وهو مسألة التضليل الإعلامي سواء كان داخليا أو خارجيا فالمدخل اللي دخل به مسألة أذهب إلى القصر رئيسا وأذهب إلى السجن حبيسا يعني هذه بداية التضليل اللي لم يستطع النظام أن يتجاوز فيما بعد بل أصبح بأن النظام ظل يدمق بالتضليل الإعلامي بالكذب وبالترويج لغير الواقع فلذلك هذه المسائل الثلاثة ساعدت وهي من واقع سياسة النظام ساعدت في أن العالم يتعرف على مدى الانتهاكات التي حدثت سواء كان للأفراد أو للمجموعات السكانية المختلفة وفي أوكات مختلفة وهذه أكدت طبيعة النظام وأن المعالجة يجب أن تكون معالجة كلية ولذلك المجتمع الدولي ظل يراقب في الأول وبدأ يستخدم السلطة الدولية لمراقبة السودان من طريق المراقبين الدوليين الذين تعاقبوا على السودان الذين تعاقبوا على السودان وكانت هذه مسألة مخجلة بالنسبة لنا كسودانيين ولكن كان يجب أن نتحمل نتائج ما حدث إلى أن قامت الدولة أو قام الشعب السوداني باستكمال إجراءاته القديمة في الثورة وسادة على النظام وقتلة على النظام من جذور نعم أستاذ صالح فيما يتعلق بنقطة بندل الإجراءات الخاصة منذ العام 1993 ومن ثم توالى عدد من المراقبين لملف حقوق الإنسان في السودان وتقارير مختلفة ترفع كانت كلها تصب في الاتجاه السلبي لملف حقوق الإنسان في السودان إلى أن اشتعلت أزمة دارفور في العام 2003 إلى أي ماذا كانت هذه الأزمة نقطة تحول في ملف حقوق الإنسان في السودان وما الذي عانته هذه النقطة في هذا الملف طبعاً النظام منذ البداية في 30 يونو طرح برنامج اسمه المشروع الحضاري وده كان مبرر للتنكيل بالخصوم السياسي أي معارض لنظام الإنغاز في الفترة دي كان وصفوه بأنهم أعداء الله لأنهم أعداء المشروع الإسلامي أعداء الدولة الإسلامية هذا هو مش تضليل هذا كان نوع جديد من التمييز بين السودانين في حياتهم السياسية منذ ظهور الدولة السودانية الحديثة أنه يجي تنظيم ويتبنى فكر إيدولوجي وإثني بالمناسبة ما جرى في السودان في الفترة الفاتتة 30 سنة حروب دارفور توصف بأنها هي عندها سيمة إيدولوجية والسيمة في نفس الوقت يعني عرقية تمييز عرقية دي من المؤكد لأنه أي جريمة من الجرائم اللي في العالم جرت بما فيها النازية جرائم النازية كان عنصر ضد عناصر أخرى العنصر اللي استخدم الطيران الحربي في تدمير أكثر من 15 ألف غريال في دارفور وإجبار أكثر من أربع مليون شخص للمزوح من مناطقهم الأصلية الآن حوالي 2.7 موجودين في معسكرات اللي والنازعين وغير قادرين للعودة لمناطقهم الأصلية هذا كله جرى على أيدي النظام السابق الذي كان بالداعي أنه هو عنده مشروع إسلامي حضاري يطبه على السودانين ما جرى هو عكس ذلك تماما حتى نكون موضوعيا يعني من ناحية الإجراءات كيف حول هذا الملف أزمة دارفور وضع حقوق الإنسان في السودان بمزيد من الإجراءات التي اتخذت وما هي الإجراءات التي اتخذت؟ طيب الإجراءات التي اتخذت كما تفضل الأستاذ أبدالله المخاطر أنه هذه الجرائم بدأت في الخفاء في بيوت الأشباح بيوت أشباح ثم بعد ذلك تسعد دائرة الانتهاكات أخذت شكل جديد اللي هو حرب معلنة ضد سكان أبرياء عزل هذه الحروب جرت من ناحية عن طريق التدمير تم عن طريق طيران حكومي عسكري والدبابات حكومية عسكرية وجيش سوداني وميليشيات قبلية تابعة لهذا أو متعاونة مع هذا النظام العالم بشوفه العالم شاهد ذلك حدثت في هذه الأثناء أن الحكومة السودانية كانت على الدوام تنكر تنكر دوره في هذه الكارثة وكانوا بيقولوا أنه ما يجري في دارفور هو نشاط لعصابات نهب مسلح أو بأعلى حتى قالوا أنه دي حروب قبلية حسن لم يكن صحيح بالإطلاق بالتالي المجتمع الدولي اضطر أنه يرسل وفود ومراغبين وخبرة على أساس أنه يشوفوا طبيعة ما يجري في دارفور أول بعثة وصلت لدارفور كان من الاتحاد الإفريغي تحت اليوناميس موشي اليوناميس بعد كده جاء الخبير الدولي بروفيسور كاسيسي مقلف من مجلس الأمن لزهاب لدارفور للوقوف على ما يجري هناك ووصف طبيعة الانتهاكات هناك كاسيسي ومعاه لجنة ممثلة من كل القرارات السبعة لجنة تضم أشخاص من القرارات بتاع العالم كله ومشوا دارفور رفوا تبقير لمجلس الأمن قالوا أن ما يجري في دارفور الآن هو عبارة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولكن في أعمال إبادة جماعية هذا يستدعي أنه يكون فيه مدعي متخصص وبالتالي مجلس الأمن حال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية وتم تعيين أكامبو المدعي بتاع جرائم دارفور هذه هي يعني جزء من التسلسل الذي تم ولكن الرغم من كله الانتهاكات لن تغيب لا أقفت لحد الليلة لحد الليلة الانتهاكات لا أقفت هذا دليل أنه ملف حقوق الإنسان ربما في أسلتك الجاية نعم سنتطرق للأوضاع الحالية لكن أستاذ عبد الله هناك بعض الانتهاكات التي وصلت لمجلس حقوق الإنسان طوال هذه الفترة وعرفة الطريق إلى مجلس حقوق الإنسان مثل احتجاجات سبتمبر من العام 2013 الانتهاكات الدينية بورت سودان يعني مختلف الوقائع التي وصلت إلى مجلس حقوق الإنسان كيف تعامل مجلس حقوق الإنسان مع هذه الملفات وكيف كان أثر ذلك على نظرة المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان لملف حقوق الإنسان في السودان مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان هو مجلس دولي والرأي العام فيه كان ليس رأي أحادي عشان يكون فيه رأي واحد بل حكس يعني ده سوق للآراء والحكومة السودانية في ذلك الوقت كانت تعمل بقدر ما تستطيع أنها تستطع وتكسب تعييت هذا المجلس لصالح اعتقاداته ومزاعمه في ذلك الوقت كثيرا ما كانت تنجح في بعض الأحيان ولأن المجتمع الدولي بشكل عام معترفة بحكومة السودان وكانت تحاول يعني تتعاون مع الحكومة في اتجاهين إما أن الحكومة تغيز سلوكه أو تدفع إلى التغيير نعم لكن السؤال الأبرز ما هي الدفوعات التي كانت تقدمها حكومة السودان كما ذكرت وربما أفلحت كما ذكرت في المساومة مع المجلس طبعا يعني المسألة بالنسبة للحكومة كانت دائما تقوم على يعني عملية التدليس وإخفاء بعض الحقائق أو يعني حتى رشوة بعض الأفراد أو يعني المجموعات التي تذهب لتمثل المجتمع السوداني سواء كان مجتمع مدني أو أعضاء في الحكومة أيضا بيكونوا من من الموالين لها ولذلك دفعضوا بيخلق تأسير في ذلك هل يشكك ذلك في نزاهة المجلس؟ لا أبدا لأن المجلس النطاق مفتوح للجميع ولذلك الحكومة أيضا يعني تسعى لأن توجد لنفسها مكان في ذلك المجلس بحكم أن العالم يعني السودان ليس هو المحل الوحيد المليء بالمشاكل فكثيرا ما كانت الحكومة تخرج من هنا وتطلع من هنا لهذه الأسباب ولكن في نقطة هامة يجب أن أنت ذكرت أننا نتكلم يعني عندما نتحدث بموضوعية أما كيف تمت كل هذه المسائل تذكر في 2004 في يوليو 2004 كوفي عنان كأمين عام للأمم المتحدة زاد الخرطوم وزاد الرئيسة الجمهورية وزاد الحكومة السودانية في ذلك الوقت بكل تفاصيل وكان هناك مطلبين فقط خاصة بالنسبة للأحداث لما تطورت كثيرا في دارفور وحصل الانتهاكات وحصلت طلب من الحكومة أنها من تلقاء نفسها توقف المنتهكين للحقوق وتحاكموا محاكم عادلة هذه واحدة والتانية أنها تتيح للمجتمع الدولي بأنها توفر إغاثة للمجموعات المتضادرة وتم الاتفاق على هذا بين حكومة السودان وبين المجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة بمدخل هذا الاتفاق تمت كل التصعيدات التالية والإجراءات التي تمت وهي كانت بشكل درامي بشكل يعني لا يصدق أنه لذلك الحكومة هي دائما كانت في ذلك الوقت وبكل أسف الحكومة البائدة بحكم عدم مقدرتها على تصور الموضوعية كانت كأنها توضعت نفسها يوم بعد يوم إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه نعم حتى ننتقل إلى بحور آخر أستاذ صالح ما الذي يعنيه باختصار وبوضوح بالنسبة لي المشاهد البسيط ما الذي يعنيه إنهاء ولاية الخبيلة المستقل لملف حقوق الإنسان في السودان بالإجماع من مجلس حقوق الإنسان والذي تم بالأمس وما الذي يعنيه أيضا التنقل بين البنود من البند الرابع والبند العاشر وما إلى ذلك باختصار وبصورة واضحة والله باختصار أول حاجة أنا باختلف مع أستاذ ظل في أنه مجلس الأمر مش مجلس الأمر مجلس حقوق الإنسان يعني ممكن نطلق عليه أنه مجلس النزيح هذا غير صحيح لأنه بالنظر لأنه المجلس ذاته حصل له تطورها أصلا المجلس كان يسموه لجنة حقوق الإنسان اللجنة دي كانت العضوة فيها تتم بمعايير صارمة الدولة اللي بيكون في اللجنة يجب أن تكون يعني الدولة مشهود لها بأنها تحترم كرامة الإنسان وتحترم حقوق الإنسان حتى يتحليها أنها تكون عضو في المجلس الآن بعدما تحول تحولت اللجنة إلى المجلس متيحت الفرصة لكل الدول حتى الدول المنتهجة ما أضر بالسودان وبالنظام السابق وبالمواطنين السودانين أن الحكومة السابقة كانت تعتمد على كتل موجودة وهي معروفة بأنها هي ذاتة ضالعة في الانتهاكات وأنا بقول الكلام ده الكتلة الإفريقية غالبية الدول في إفريقيا كلها دول ديكتاتورية وأصروا أنه يقولوا ما في رئيس في أثناء فترة وجوده في الحكم إنه تتم محاكمته ده هو مجلس الاتحاد الإفريقي المجموعة العربية المجموعة الإسلامية كلها كانت تساند هذه الحكومة على حساب على حساب آلام الضحايا في السودان نجي لسؤالك الثاني عشان كده المجلس ما نجيه لأنه فيها الكتل دي وفيها الناس المتهكين اللي ينبقوك مواطنين طيب بس دار أقول دار أقول حاجة هنا ما يتعلق ب ما يتعلق التطور الأبرز التطور الأبرز في إنهاء ولاية الخبيرة والتنقل بين الدول ما الذي يعني ذلك؟ ده كان متوقع تماما ليه؟ لأن السودان كان أصلاً في البندة الرابعة تحت تحت وصاية المراقبين دائماً المراقبين عملوا مختلف من الخبير المستغل المراقب عملوا مختلف تماماً الخبير المستغل من جابه تحت البندة العاشر هو جابه على أساس أنه يقدم المساعدات الفنية للحكومة السودانية لإجراء إصلاحات جوهرية وأساسية في كل مؤسسات العدالة ليه؟ لأن التطورات التي شفناها في الغرارات دي كلها العامل الحاسم فيه إنه كان في غياب عدالة رغم آلام الضحايا ورغم فضاعة الانتهاكات إلا وإنه الحكومة السابقة القضاء السوداني وصف بإنه غير قادر وغير راقب في تطبيق العدالة عشان كده لم يكن في عدالة عنصر العدالة غايبة كان لابد من وجود ناس من هذا النوع من مجلس الأمر هي طبعا مجلس الأمر تتخذ الغرارات بناء على توصيات من مجلس حقوق الإنسان بالتالي غياب عنصر العدالة هو ده كان العامل الحاسم في إنه الوضع في السودان في ظل هذه الجرائم الفضيع اللي هي تعتبر الأفضع في العالم الآن لابد أن تتود أن تقول أن تدهور ملف حقوق الإنسان نقل السودان بين هذه البنود ومن ولاية أو من الخبير أو يعني من المراقب إلى الخبير المستقل نتيجة لتظاهر ملف حقوق الإنسان حقوق الإنسان ونتيجة لغياب العدالة ما الذي يعنيه الآن إنهاء ولايات الخبير المستقل لا يعني أي شيء بالعكس الآن بوجود المكتب القطري ليس المكتب مكتب مفوضية حقوق الإنسان ما تتعب عليه لأمم المتحدة في قلب الخرطوم وبمكاتب في الأقالب أعتقد أنه السودانيين من حقهم أنه يفرحوا يعني لأنه لا يعني إطلاقاً أنه نحن حققنا سورة حتى لو جاءت حكومة مدنية إنه الانتهاكات انتهت بالعكس الحكومات المدنية ممكن تتحول لحكومات ديكتاتورية أفضع من العسكرية وهذا ما نشاهده الليل بعد مرور عشر سن بعد مرور سنة كاملة الآن بدأت دائرة الحقوق تتراجع بصورة مزعجة سنتي للوضع الآن بعد هذه القرارات الصادرة لكن الخبير المستغل في وجوده عشان يقدم مساعدة فنية للحكومة السابقة أو للحالية ما كانوا ما عندهم استعداد فإذن وجوده ما عنده أي معنى لأنه هو وجوده فقط للتقديم المساعدات الفنية وده ما لقى أي قبول لا من الحكومة السابقة ولا من الحكومة الحالية نعم سنتي للوضع الآن لكن أستاذ عبد الله فيما يتعلق بجزئية مكتب المفاوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان تم توصل لهذا الاتفاق في أواخر عهد نظام الإنقاذ وكذلك تم الانتقال من بند إلى آخر في ملف حقوق الإنسان أيضا في أواخر عهد نظام الإنقاذ ما الذي يعنيه ذلك وإلى أي مدى هناك تسويات سياسية ودبلوماسية يمكن أن تدخل في الأمر نعم بس أنا أبدأ من تستطيع أن تعقب لكن في عجالة أيها حقب لأن المجلس مجلس حقوق الإنسان مجلس دولي وعالمي لكن كونه يكون مليء بالفاسدين لا ما قلنا فاسدين منحازين للحكومة السابقة أو مليء ويمكن أن تجاوب في سياق السؤال إلى أن هناك تسويات سياسية ودبلوماسية ساهمت في تنقل سودان من مند إلى آخر وما وصل إليه الوضعاء بمكتب المفاوضي يا ساميلي شؤون أطوق الإنسان بس دي ما بتم في يعني أن المجلس بالفعل نزيه باعتبار أنه القرارات تطلع من المجلس لأي بأي حال من الأحوال بأثر في قرارات مجلس الأمن حتى ولو كان في مجموعات منحازة أو كذا يعني والناتج أننا يعني بالنسبة للسودان يعني خطونا خطوات كبيرة جدا بسبب الضغط على النظام البائد والنظام السابق يعني تم الضغط عليه دوليا وإقليميا ولكن أيضا من الناحية الفكرية في داخل السودان المفكرين السوداني والمجتمع المدني استطاع يعمل تأثير كبير جدا على الحكومة بأنه يقبل الواقع الدولي اللي ضغط عليه من أجل يعني حقوق الإنسان بشكل جيد على الأقل والعملية دي لما والإجابة على سؤالك طبيعيا أننا كشعب سوداني أكدنا في الوثيقة الدستورية بأن الشعب السوداني على مسافة واحدة من كل شعوب والدول في العالم وهكذا بالنسبة لنا كناتج نحن حريصين على أن نستفيد من خبرات العالم في تحسين أداءنا الديمقراطي في أداءنا في نحو حقوق الإنسان ويصعب ويصعب جدا أن نتخلص من تجربة 30 سنة في وقت بسيط إلا بمساعدة فنية من مختلف المنظمات العالمية وخاصة المرتبطة بالأمم المتحدة نعم أستاذ صالح فيما يتعلق بالثورة التي تحققت في السودان إلى أي ماذا كانت محفزا لتغيير رؤية مجلس حقوق الإنسان تجاه السودان وينهاء ولاية الخبير المستقل الذي تابعناه بالأمس وتبنى المجلس قرارا بالإجماع ما الذي يمكن أن يعنيه ذلك أول حقيقة عايزة أكد لك أنه لما قال المجلس أنه ينهاء ولاية الخبير المستقل يعني أنه ملف حقوق الإنسان بقى 100% في السودان ممتاز أبدا ده ما القرار هل كانت السورة سببا في ذلك السورة سببا في ذلك لأنه أنا حضرت الدورة 41 42 وكان لحزن الحظ السيد وزير العدل دكتور نصر الدين عبدالباري كان موجود معا في الدورة 41 هو كان مدافع حقوق إنسان زي هذا وفي 42 مدافع حقوق إنسان ووزير العدل في نفس الوقت هذه العملية أخذت جهود وصراع صراع مرير داخل المجلس في أنه يكون في نفس الوقت خبير مستغل وعندنا مكتب بضع مفاوضية سامية في حقوق الإنسان فبخارطون دول بعينها كانت وهي متحالفة مع النظام القديم كانت ضد هذه الفكرة تماما لماذا؟ لماذا؟ لأنه ملف حقوق الإنسان مقلق بتاع السودان إنه يتم استعراضه باستمرار في مجلس حقوق الإنسان وفي مجلس الأمر وهي دول تعاني من نفس الأمراض ما دائل النوع ده من الاستعراضات أنه في تقارير في حاجة اسمها UPR UN Periodical Review لوضع حقوق الإنسان بتتقدم فيها ثلاثة تقارير تقرير الحكومات تقرير الخبير المستقل وتقرير الظل من المدافعين بتاع حقوق الإنسان بتكشف أشياء كثيرة هذه التقارير وده سبب في إنه ما يتم كشفه عن ما يجري في السودان بتقلق الدول الأخرى اللي هي متحالفة مع النظام القديم لأنها بتنطبق عليها نفس الفكرة بالتالي نحن بنفتكر أنه الخبير المستغل لم تتحلق أي فرصة أنه هو يقدم حاجة والناس بيمبسطوا أنه الخبير المستغل مشى معناه وخلاص ملف حقوق الإنسان بيقى ممتاز ما ممتاز وضحت فكرة ما ممتاز ليه لأنه لحد الليلة عندنا قضايا عالغة وقعت فيه زمن الثورة التحقيق التحقيقات في الجرائم اللي وقعت لحد اللحظة واللي جانت شغالة ما شفنا أي نتيجة ما شفنا أي نتيجة لحد الليلة وأهل الضحايا والمدافع وحقوق الإنسان يعني عايزين يعرفوه بشنو فإنهاء يعني عمل الخبير المستغل ما يخل الناس يفرحوا أنه ملف حقوق الإنسان مخاوف ربما من العودة للمربع الأول وغياب المجلس التشريعي والمؤسسات التشريعية وكذلك غياب المحكمة الدستورية ووجود أباء عن معتقلين سياسيين في الأسافير المختلفة هذه التعقيدات كيف يمكن أن ننظر إليها ونقيم وضع حقوق الإنسان في السودان الآن؟ أنا مع تقديري العظيم لآراء الجريعة للأستاذ صالح محمود ولكن مهما كانت الظروف نحن الآن دولة حرة ودولة متجهة نحو الديمقراطية ونستطيع أن نعبر عن آراءنا ونحن نفس أنفسنا كشعب سوداني مع حقوق الإنسان وندافع عن حقوق الإنسان ولذلك اليوم الشعب السوداني ينتظر أن يعرف غدا أو في أقرب وقت ممكن نتائج لجنة الأستاذ نبيل أديب عن موضوع ضحايا الاعتصام هناك قضايا أخرى أيضا نتابعها بأنفسنا من خلال الصحوف التي تستطيع أن تكتب المواطنين الذين استطيعون أن يتظاهرون وعن منظمات المجتمع المدني التي تضغط على الأجهزة بتاعة الدولة وكذلك النايب العام الذي ننظر له كمعياذ من معايير العدالة المستقبلية ومع الضغط عليه في كل الأحوال ولذلك يعني مهما كانت الدوائر في الوقت الضاهنة الدوائر التي تعمل في مجال حقوق الإنسان نحن كشعب سوداني الآن أقوى تلك الدوائر في الحفاظ على حقوقنا كحقوق يعني حقوق الإنسان بالنسبة لنا جميعا وننتظر أيضا يعني العون الفني والعون الإنساني من المجتمع الدولي ومن المنظمات نعم صالح وضع حقوق الإنسان الآن في سودان هل هناك أي مخاوف من أن يتم إعادة النظر لملف حقوق الإنسان في السودان إذا حدث تراجع كيف تصف الوضع الآن الوضع الآن يدعو للغلق لماذا لأنه نحن العامل الحاسم في أنك أنت تدعمل مع الانتهاكات وكان بالتقليل منها أو أو يعني يعني ما هي أوجه هذه الانتهاكات أوجه هذه الانتهاكات كالآتي مش أوجه الانتهاكات المؤشرات إنه الوضع خطير لم يتم حتى الآن إلغاء القوانين اللي كانت سبب في انتكاب الجرائم والفظائي في 30 سنة الماضية ولا رأسها قانوني قوانين سبتمبر السودان لحد اليوم بعد مرور سنة خلي الحكومة الفاتت الحكومة الآن ما وقعت على اتفارية منع التعزيب وده اتفارية مهمة جدا ما وقعت على اتفارية السداء الآن المحاكمات التي تمت قبل يومين ثلاثة أو كم أسبوع كان تحت قانون النظام سموه بسبب الإزعاج العام هذه كلمة فطفاضة هذه مخاطر كبيرة دي عودة النظام القوانين النظام العام بدون إلغاء هذه القوانين قانون الأمر لم يتم إلغاء الطوارئ بدأت يعني أصبحت تستخدم لأغراض سياسية طيب هذه مخاطر حقيقية طيب ده بدونه بدونه أصلا هذا الوضع وضع يدعو للقلق طيب وضع هذه الفكرة في أقل من دقيقة ما الذي يعنيه وجود مكتب للمفاوضية سامية لحقوق الإنسان في السودان ومن المطلوب من السودان لهذا المكتب من السودان مطلوب التعاون الكامل مع هذا المكتب ومي اختصاصات هذا المكتب اختصاصات هذا المكتب اختصاصات واسعة منها المراقبة والتوسيق وتقديم التقارير والتوصيات لمجلس حقوق الإنسان ومن ثم لمجلس الأمر نعم مضحط أخيرا مستدعوض الله ما هي النصائح الذي يمكن أن تقدمها لحكومة الفترة الانتقالية في مجال حقوق الإنسان والمكتب المفاوضية سامية لحقوق الإنسان في السودان أن تتعاون تعاون مطلق مع المكتب ولكن هذا لا يعفل الشعب السوداني من أن يطغط بشكل أفضل وبشكل أشد من أجل حقوقه بشكل عام والتحقيق ذلك على مستوى مراجعة القوانين على مستوى تحسين الرؤية الدستورية للمستقبل وأن يكون عندنا دستور يحفظ كل المبادئ التي تكلمنا واتفقنا عليها الديمقراطية السيادة حكم القانون المواطنة أساس للحقوق والواجبات وكل المحاور الدستورية الضرورية ولذلك الضغط يجب مع التقدير يا أستاذ صالح الضغط يجب أن يكون من الشعب بالوعي وبفهم وليس السوداء الدسمبر التلفق معك وهي ليس حقوق سياسية فقط إطلاقا حقوق اجتماء حزمة من حقوق الواجبات في الهودة الدولية نعم أشكركم جزيلا لأستاذ عبدالله آدم خاطر الكاتب الصحفي والمحلد السياسي والخبيل الإعلامي شكرا جزيلا لك وأيضا شكري لأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي درفور ومدافع حقوق الإنسان شكرا جزيلا شكرا جزيلا وفي الختاب لم يبقى لي مشاهدين إلا نشكركم على حسن المتابعة تحياتي وفريق العمل إلى اللقاء شكرا جزيلا لك موسيقى شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك